أعزاء المستمعين وبعد أن وقفنا على تعريف الاستشراق وبينا أهدافه ووسائله إلى ذلك طاب لنا أن نقف على نمازج من أشهر المحققين وذلك في الصفحات التالية إن مشاهير المحققين من المستشرقين كثر قاموا بتحقيق بعض المخطوطات العربية ومن أشهرهم المستشرق الألماني بيترمن الذي رجع إلى أوروبا ومعه مجموعات من المخطوطات العربية إلى بلاده أيضا المستشرق الألماني يوهان تغريد فيتشتاين هذا الرجل الذي كان يعمل قنصرا لبروسيا في دمشق بين عامين 1848 إلى 1862 واقتنى أربع مجموعات من المخطوطات ناقل منها مجموعتين إلى برلين ومجموعة إلى لايبيتس ومجموعة إلى توبينجن وكذلك من أشهر المسشرقين الألمان لوبيس شبرينجر الذي ظل مقيما بالهند عاملا في ميادين التعليم والمكتبات والثقافة العامة ولما عاد نهائيا إلى أوروبا أحضر معه مجموعة من الكتب تقرب من 2000 مجلد انتقلت ملكياتها بعد ذلك بقليل إلى مكتبة برلين بألمانيا أيضا المستشرق الفرنسي كوسين دي بارسنال الذي نشر المعلقات السابع وأيضا أمثال لقمان وكذلك مقامات الحريري وغيرها ومن المحققين المشهورين المستشرق الفرنسي قوستاف لوجل الذي نشر كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة والفهرست لابن النديم وتاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسم ابن قطل بغا وكذلك المستشرق الألماني هاينريخ لبرخة فليشر الذي نشر كتاب تفسير البيضاوي وكذلك كتاب المفضل للزمخشري ومن أشهر المستشرقين الألمان فرديناند فيستنفلد الذي نشر تذكرة الحفاظ للذهبي والسيرة النبوية لابن هشام ووفيات الأعيان لابن خلكان ومعجم البلدان لياقوت الحموي وكذلك المستشرق الإسباني بيسكوال دون كينغوس الذي نشر تاريخ فتح الأندلس لابن القوطية تلك صور من المستشرقين المحققين الذين عنوا بالتراث الإسلامي ولعلك عزيز المستمع وأخي المشاهد تدرك أنهم كانوا من الألمان والإسبان وهؤلاء جميعا عملوا على تحقيق هدف واحد هو دحر الإسلام وإيقاف تقدمه إلى أوروبا بعد أن وقفنا على مشاهدهم وجهودهم فماذا عن جهود العرب؟ ذلك ما سنتعرف عليه في الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر